إذا كان الوالدين أحدهم أو كلاهما معا يحملون شهادات أكاديمية أو شهادات جامعية بيكون فرص تعليم الأبناء برضو مرتفعة على العكس إذا كان مفيش مؤهلات جامعية أو شهادات جامعية أو غير أكاديمية بتكون فرص إمداد الأطفال ولو إني مختلف مع الدراسة دي تماما ليش مختلف الحقيقة يعني موجود مثلا فيه في مصر ناس بتكون ده فيه أحيانا الناس مش متعلمة أصلا ولكن بتستطيع أنها توصل ولدها لأعلى المراتب صحيح وإن أشاروا بهذا الشيء أستاذ الكريم وقال لك وفقا للبيانات فأنا حوالي 9% فقط من جميع الأشخاص التراحة مع رب بين 25-24 عام والذين أكمل آبائهم كحد أقصى المدرسة الإلزامية حصلوا على شهادات جامعية يعني يجوها 9% فبالتالي هم موجودون لا ينفي هذا الكريم ولكن من مقابل تبدو النسبة 61% بين أبناء الأكاديميين هذا واقع سيد الكريم طبعا هذا الكلام ليس لا مذمى وليس استحسان لأي أحد بيسمعنا أو بيشاهدنا الآن الفكرة وين سيد الكريم الفكرة هي أنه فعلا عندما يكون الآباء لديهم وعي بأبنائهم لديهم وعي بالمستقبل لديهم وعي بالمجتمع لديهم وعي بالبيئة التي يعيشون بها بإمكانهم أن يعملوا على تحسين مستوى أبنائهم يعني الكثير مع الأسف خاصة أنا بحب أتكلم دائما بلسان اللاجئين وباللسان للأشخاص المستضعفين اللي جاءوا من دول الضلال والفقر والجهل والغباء والعبودية والاستبداد وجاءوا لهذه البلاد الذين يريدون إعادة إنتاج أنفسهم وبالمقابل إعادة إنتاج أبنائهم وتقديم لهم وتقديم يعني مستقبل وتقديم فرص حقيقية يعني فعلا يكونوا هذو الأبناء متعلمين الذي أريد أن أقوله هنا أستاذ أندوح والجميع دائما إلى البحث المستمر إلى القراءة يعني بصراحة كل نهار نمسك التليفون وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى بشو طيب كده مش هتفرقوا علينا أنا ما ليضب كده مش هتفرقوا علينا ما يتفرجوا علينا نحنا بنقدم معلومات يا أستاذ الكريم بالعكس نحنا اللي بتابع إنفوغرات بيزيد ثقافته بيزيد معرفته بيزيد اطلاعه بتكتمل معرفته بتكتمل معرفته شكرا لك بالضبط لأننا نحنا بننشر يا أستاذ ندوح يوميا عشرات المعلومات عشرات الأخبار ليست كلها أخبار سياسية يوجد أخبار ثقافية يوجد أخبار أكاديمية يوجد أخبار علمية يوجد إحصاءات يوجد تقارير كيف تعمل هذه البلاد مستوى التعليم مستوى الصحة مستوى العمل مستوى مستوى وقوانين وأحكام هذا كله يا سيد الكريم يساهم بالوعي فبالتالي أدعو اليوم كل من لم يحصل سابقا لا وهنا متاح وكمان هنا متاح هو هنا وغير هنا على فكرة متاح اللي بيحصل يبحث وين مكان يكون طبعا طبعا أنا أضم صوت الصوتك في النوع تضياني بزي نعم ولكن لماذا أستاذ ندوح حتى فعليا يكون في عندهم وعي ويدعموا أبناءهم للوصول لأفضل درجات العلم والتعليم وما يضيعون وقتهم بأمور سخيفة وتافهة وأمور فارغة بصراحة المعرفة قوة ليست ابتداءا بالسوشال ميديا ولا انتهاءا بالتفاهات المنشورة بشكل رهيب بصراحة اليوم ولكن هذا التقريب بصراحة هو جرس انذار جرس انذار لكل أم لكل أب لكل بالغ لكل عاقل لكل راشد لكل مسؤول عن أسرة لكل مسؤول عن أحد يا سيدي حتى نكون عامي جدا أنه فعلا ينتبه أنه إذا هو ماله مؤهل ما رح يقدر يأهل غيره لا يعني بس أنا بقول لك أنا عن نحكي بلغة الأرقام نحن عن نحكي بلغة الأرقام قال لك تسعة بالمئة فقط من الغير مؤهلين وصلوا لجامعي بالمقابل على الأقل واحد وستين بالمئة من الأكاديميين الآباء بس يجب أن يكون برضو الشخص برضو عايز يجب أن يكون عنده إرادة يا سيد الكريم هذه الإرادة هذا الدافع يولد الآباء ويقدموه للأبناء هذا ليس شيء يعني مشترى وليس من الخارج تمام أكيد 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 أكيد